وينضم إلينا مباشرة من بغداد النائب السابق القاضي وائل عبداللطيف استاذ وائل أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم ربما سنحصر هذا الحوار بالجانب القانوني والدستوري كيف تنظر لإجراءات عقد الجلسة هذا اليوم وانتهائها بأنها ما زالت مفتوحة حتى الغد كما أعلن رئيس السن بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لحضرتك وإلى كادر ومشاهدي قناة الحر الكرام جميعا هذه المرة الثالثة التي يمارس فيها مجلس النواب تجاوز المواد القانونية الدستورية وتجاوز قرارات المحكمة الاتحادية العليا في عام 2010 بقت الجلسة مفتوحة لأكثر من ستة أشهر 2014 صارت مدة قليلة لكنه تفاجئنا ليفترض بهذه الجلسة أن تكون نموذجية ومثالية وتنعقد في نفس اليوم ويتم انتخاب هيئة الرئاسة أيضا في نفس اليوم وإذا نفاجئ بأن الجلسة تبقى مفتوحة إلى يوم غد ولربما المحكمة الاتحادية العليا سوف لن تستطيع الإجابة بيوم واحد على استفسار الذي توجه به رئيس السن إلى المحكمة الاتحادية فسوف تبقى أيضا المحكمة الاتحادية أيضا غير قادرة على أن تعطي رأيا المسألة الثانية المعضلة القوى السياسية صار لها ثلاثة شهر من 12.5 إلى الآن ألم تكفي المدة الماضية لكي تعرفون مع من تتحالفون مع من ترشحون ما هي الشخصيات التي ممكن أن تتبوأ المناصب القيادية الثلاثة العليا في الدولة وما إلى ذلك يعني أنتم إلى اليوم ومشاوراتكم مستمرة فمتى سوف تنتهون والمدد تأكل في الوقت من الناحية الفعلية خلينا بقين بالجانب القانوني والدستوري نستفيد من خبرتك الطويلة في هذا المجال أين تقف من جدل الكتلتين حول كيف يتعد نواب كل كتلة يعني اتجاه يقول إن من حق رئيس القائمة أن يوقع نيابة عن أعضائها حين التحالف لإعلان الكتلة الأكبر وهناك اتجاه آخر يقول بأن نواب أنفسهم يجب أن يوقعوا على انتبائهم لهذه الكتلة الأكبر يعني أين أنت من هذين التيارين أنا مع التواقع الحية التي يؤديها النائب وبالتالي لأن صارت انسحابات من الوطنية تسع نواب طلعوا من النصر خرجوا نواب من باقي القوام من قائمة السيد أسام النجيفي خرجوا نواب وهناك توقيع لوزير الكهرباء وهو الآن موجود في دبي وأعلن أنا في دبي فمن وقع عني بالنيابة فبالتالي هذه الأمور تخل في شرف التعامل مع مجلس النواب هذه السلطة التشريعية لهذا أعتقد أن رئيس الكتلة من حق أن يقدم القائمة ولكن لو قدمت بتواقيع حية لكي نفهم تماما كم عدد أعضاء مجلس النواب الذين جاءوا معه أفضل من أن يقدم رئيس الكيان ويعتقد أن كل من معه من فازوا هم تابعين إلى ولا يحق لهم الذهاب إلى القوائم الأخرى هذا الذي أدخل البرلمان في جدل من هي الكتلة النيابية الأكثر وعددا وبالتالي التواقيع الحية مدعاة للاهتمام بالنائب ولأعطاء صورة حقيقية عن كم عدد النواب إذا نجمع الرقم كما تفضل إعلانكم أعداد 180 للإصلاح والبناء و140 ضاعوا الكرد عن القائمة وكأنهم دخلوا بالعمل في القوائم وهم غير حاسب من موقفهم إلى هذا اليوم فمعناته أكو أكو شيء في القوائم أكو أكو شيء يتجاوز الأربعين واضح جدا في القوائم وهذا هو صحيح نعم استاذ وائل يعني الآن انتهى السقف الزمني القانوني والدستوري لقضية تقديم الكتلة الأكبر يعني خلص الكرد لا يستطيعون الانضمام إلى هذه الكتلة أو تلك خاصة وأن الاستفسار مع الأسماء ذهب للمحكمة الاتحادية طالما أن رئيس السن قد لاحظ أنه أكو خلاف ما بين الكتلتين والأرقام ليست على ما يرام وهو يعلم أن الكرد ما حاسمين موقفهم فكان ما المفروض يستعجل بهذا الموضوع وصحيح هو لازم تنعلن خلال الجلسة الأولى ولكن كان الأكثر أهمية أن يفتح باب الترشيح وأن يجري انتخاب الرئيس ثم نائبا أول ثم نائبا ثانيا ويترك لهؤلاء الذين أعدهم سلطات واسعة صلاحيات واسعة بأن يتعاطون مع هذا الموقف معاطات مع الأصحاب قرار رئيس السن لا يملك قرار وينحص الواجب طبقا للمادة خمسة من النظام الداخلي لمجلس النواب فقط بالاقتصار على إداء اليمين الدستورية والدعوة مجلس النواب إلى الترشيح للرئاسة ونائب أول ونائبا ثانيا ويجلسون في المحل الذي كان يجلس به وينزل هو إلى المقعد المخصص له أما أن يدخل بهذه السجالات وبهذا الوضع وبهذا النقاش الذي استغرق فترات طويلة فهذا كل الحقيقة خارج اختصاص رئيس السن لمجلس النواب من بغداد النائب السابق القاضي والعبداللطيف شكرا جزيلا لك